السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان أسعد الله قلوبكم أسعد الله أوقاتكم أما قبل اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا ونورها وطبها وشفائها محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نقطتان فقط في هذا الفيديو نقطة عن الكناري ونقطة عن الحسون سأبدأ بالنقطة التي عن الحسون تكملة لموضوع السلاكة بعد وضع الحساسين في السلاكة مباشرة أي ما نسميه بالغزاوي الرشد أو الشبكون هذا طبعا وضعناهم في الشبكون أو في الرشد بدنا نتفقد أهم شيء لأن العديد من المربيين مربي الحسون يشكون من موت الحساسين بعد وضعها في السلاكة أو في الشبكون ما هو السبب؟ السبب هو أنك يجب أن تضع داخل السلاكة ما تعودت عليه الحساسين من مأكل ومشرب يعني لون المأكلية بيفرق كثير لون المشرب بيفرق كثير فإذا كانت حساسينك قد تعودت على هذا اللون مثلا من مأكل أو مشرب تمام وكانت في أقفاص أو مشربيات عادية يعني أنا سأريكم الآن مثلا طبعا هذا من باب الفكرة وليس من باب الهد يعني يجب وضع مشربيات عادية داخل السلاكة يجب وضع ماء بهذا الشكل طبعا هذا الماء أريد أن أغيره الآن تمام يجب وضع أكل هكذا ولكن هنا سأنتبه إلى نقطة ألا وهي إذا أنا قمت بوضع أكل على الأرض في صواني أو آنية تمام فينبغي أن يكون هذا الأكل مقابل فضاء مقابل فضاء انظر يعني لو صورنا هان مقابل فضاء وليس مقابل صارو أو أشياء يقف عليها الطير لماذا؟ لكي عندما يتبرز الطير أو الحسون لا ينزل البراز فوق الأكل مباشرة أو فوق الماء مباشرة هذه نقطة مهمة جدا عزيزي المتابع إذن الأرضية عليها طعام عليها شرب هنا كما ترون هنا معلف أكل وهنا معلف أكل وفي الوسط معلف ماء طبعا هذه المعالف من السهل تحريكها وطبعا نشكر أخونا أبو عبدالله عرندس في هذه الفكرة طبعا أنا قمت بربط هذه المعالف بأسلاك ولكن جاء الصديق أبو عبدالله وطرح هذه الفكرة السهلة جدا التي نعرضها عليكم وليست بالمرة الأولى التي نأخذ منها معلومات من أخونا أبو عبدالله عرندس طبعا قلنا أنه كنا ربطناها بأسلاك ولكن هذه فكرة أخونا إبراهيم أبو عبدالله أنه طبعا نقوم بشق السلك بشكل مربع فيسهل إخراج الماء وتغيير الماء الآن أقوم بتغيير الماء بسهولة طبعا ننظر إلى سهولة العملية عملية سهلة جدا فقط ها هو الأكل طبعا بنفس الطريقة وطبعا هنا هذا الأكل بزر وقرطم يسأل العديد الآن أريكم البزر والقرطم مرة أخرى قبل الدق وهذه خليط من الباريلا والنيقر الآن أريكم إذن البزر الصغير بعد الدق طبعا أقوم بدقه أولا بأول القرطم أقوم بدقه أولا بأولا أما هذه البذور فهي بذور الباريلا مع النيقر وسأضيف إليها بذور الكتان الآن أريكم إياها طبعا سأقوم بعمل خليط ما بين بذور الكتان وبذور الباريلا والنيقر وخلطة البراقة نفسها وأجعل هذا يعني علبة الطعام خاصة بأكل يشبه أكل الكناري ولكن على مستوى أعلى إذن كان هذا موجز ما بعد وضع الحسون يخص الطعام والشرب هو وضع مشربيات ووضع أكل وماء مشربيات عادية مشربية على شكل صينية معالف في فوق ومعالف تحت في كل مكان لنتفادى موت الحسون مباشرة بعد وضعه في السلاكة وهو يبحث عن الطعام أو عن الماء أو ما شابه إذن هنا ثلاث أنواع من الماء مشربية وصنية كبيرة ومعلف بلون يعني قد تعودت عليه الحساسين في القفص المتوسط أنتقل إلى النقطة الثانية على عجالة النقطة الثانية والتي تخص الكناري وهي نقطة مهمة جدا 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 وخصوصا في هذا الوقت وخصوصا لمن يربون الكناري الحجم الكبير أو المتوسط الحجم والذي ينقلونه تحت إناث تطعم أو إذا كانت الأم تطعم وحدها النقطة هي يعني يشرق النهار على المربي فيجد أن الفروق قد ماتت ننتبه إلى هذه النقطة ما هو أريد أن أقول حل أو ليس حل قبل أن تنام لابد أن تتفقد الفروق فإذا كانت جائعة عليك أن تقوم بإطعامها من الإطعام اللي هو A21 أو أي نوع من أنواع الأكل أكل الزق الذي نطعمه بالاسترينج من اللي هو بالاسترينج مباشرة للفروق لماذا؟ إذا تركنا الفرق جائع يعني أنا أريد أن أطفئ الأنوار الساعة الثامنة أو التاسعة مساء ونزلت وأرى فروق ترفع رأسها فروق كناري ترفع رأسها وتركت هذه الفروق ونزلت فإن هذه الفروق ستصبح ميتة لأن مدة الليل طويلة جدا وبالتالي سأفقد هذه الفروق طبعاً الـ A21 عند عمله طبعاً بإمكانك أن تسأل كيف يتم خلط الـ A21 طبعاً يتم خلطه نصبر عليه عشر دقائق لأنه قد يزيد حجمه يزيد حجم الـ A21 لذلك لا نريد أن يزيد حجمه داخل رقبة الكناري يعني إذا خلطناه فوراً وقمنا بالإطعام ونزلنا وزاد حجمه داخل رقبة الكناري فإن فرخ الكناري سيختنق ويموت من مادة الزق أو طعام الزق الـ A21 لذلك قد تكون العديد من الفروق ماتت من ناس يزقون ويطعمون والسبب بذلك أن هذه المادة التي نطعم منها يزداد حجمها بعد عشر إلى ربع ساعة عشر دقائق إلى ربع ساعة يزداد حجمها لذلك أنصح العديد سواء عملها بالماء الدافئ طبعاً يقومون بتدفئة الماء ولا بأس لو عملت بالماء البارد أنا شخصياً عملها بالماء البارد وليس بماء دافئ كما يفعل البعض ولكن أنا أنتظر عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى تتخمر العجينة وتأخذ ملمس الطبيعة أنها لن تزيد بعد ذلك في حجمها ثم أقوم بزق الفروق قبل نزولي من الغرفة ليلاً وأنتظر عشر دقائق أطمئن على الفروق بأنها يعني لا زالت طبيعية وحية تمام إذن زق الفروق قبل النزول زق الفروق قبل النزول بطعام اللي هي مادة الزق الآن أريكم المادة يعني أنا وضعتها في علبة طبعاً هذه هي مادة A21 مادة تشبه الدقيق وتأتي في علب كبيرة وزن العلبة ثلاثة كيلو وعليها صور طيور الزينة طبعاً أنا قمت بنقلها في هذه العبوة طبعاً هذه كيلو إلا تمام قمت بنقلها وأطعم الفروق قبل نزولي من الغرفة ليلاً أطعم الفروق الجائعة تحسباً لموتها طبعاً أريد أن أقول نقطة أخيرة الفروق التي تموت العديد من المربين يعرضون الفروق وهي صغيرة ويكون سبب الموت هو الجوع وليس كوكسيديا ولا سلام الله ولا أي مرض معوي في هذا الوقت يتأخر المربون في الخروج إلى المزرعة يخرج إلى الساعة الثامنة أو التاسعة وأنا قلت وحذرت في فيديوهات سابقة أنه إذا زدنا عدد الإضاءة في هذا الوقت وإذا أردنا أن ننتج نطفئ الإضاءة على الساعة الثامنة ثامنة ونصف تاسعة مساء ونشعل الإضاءة على الخامسة والنصف أو السادسة صباحاً تجنباً لزيادة اللي هي مدة الليل يعني نريد أن تكون مدة الليل قصيرة كالصيف تماماً لكي لا تجوع الفروق لكي لا تموت الفروق وعملية وضع الأكل البيض والخس وما شابه يوضع مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم وتتفقد البراقة أولاً بأول نتفقد البيض أولاً بأول والفروق هذا والله المفق طبعاً أرجو أن تضع اللايك إذا كنت قد نسيت وضع اللايك لا تنسى الاشتراك في القناة إن كنت ترى للمرة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته